السلام عليكم الاخوان كديرين بخير اولا الشكر موصول جعل تسول في الصفحة ونحن سبق لنا شرنا باننا في عطلة وما زال السمان الجاية ان شاء الله تهي عطلة حيث كما كتعرفوا الاخبار ديالولاد الحركرة مكتتقاداش وكتحمق تكشع لاش مرة مرة الواحد خصو يدير بوز ونكتفيه غير بعد مواد اللي تنشرها في القناة ديال المحاربون تنشرها لكم القهوة واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على التاريخ ديالها في المغرب شعبا واحد عايقولوا هادر لنا على هاد الازمة ديال الاوكرانية وهاد الحرب المحتمل قلب في القناة غادي تلقى واحد الفيديو تهدر وتيشرح الازمة ديال الاوكرانية وروسيا راه صالح تلدابة حيث في ديكل وقيتها نقول لكم امتى غدا تبدأ الحرب وامتى تقدر ما تبداش غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف الانتشار الكبير ديال القهوة في المغرب ولا ظاهرة حتى ولو المغاربة تقولوا بين قهوة وقهوة كينا قهوة والسبب انه اللي عنده شي باركة تمشي حلقهوة وهاد شي من حقهم الله يزيدهم فاحد الفيديو قديم ديال الرقاص وزطات كنا شرحنا كيفاش المغاربة كان ورحالة وكيفاش كينين بزاف ديال القبائل عندها جدور مشاركة كتلقى قبيلة في الجنوب وقبيلة في الشمال عندهم نفس الجد تكشي علاش مني يبغو يديروا سيلة الرحيم خصوم يضربوا واحد المسافة طويلة وهاد المسافة كان خاصها استراحة هاد الاستراحة اللي كانت القهوة ديال دوك الوقت كانت خيمة وحصيرة مع المشروب الرسمي ديال المغرب اللي هو أتي في صانية مغربية آسيلة والأغلبية ديال هاد القهوة كانوا تكونوا في الأسواق الأسبوعية تما فين كانت يقلص الفقيره القاضي وكانوا تحكموا بالأحكام العرفية وتما كانوا تجتمعوا رجال قبيلة وتحلوا المشاكل ديالهم وكيتخذوا القرارات الحاسمة وتما كانت يتسنى مثلا شي واحد جمش بلصة بعيدة عند خوه ومالقاش في الدار كانت يتسنى خوه تما ما كيدخلش عند مراته هاد القهوة التقليدية في الليل كانت كانت تحول الفندق فندق ديال الحصيرة تما فين كانت يبات عابير السابيل والتي يباتوا البيعاء والشراية ديال الأسواق الأسبوعية أقرب منطقة لأوروبا في المغرب هي طانجة داك الشعر لش باديه تكون طانجة هي أول مدينة غد يدخلوا لها هاد القهوة العصرية فهدوك القهوة كانوا تديروا اللقاءات ديالهم الندوات وخامة كانت فيها الفخامة كانت قضية الغارض هاد القهوة كانوا في الأول تخدموا فيهم غير الأوروبيين من بعد طانجة ومنوا لو تعلموا قليل الأنجلي ولو تتخشون معهم قليل بقليل طانجة وهم أول مغربة حيضوا جلالب ولبسوا الليباس الأوروبي وهو أول من تبلاب القهوة كانوا تمشوا وتم يدبروا على ريوسهم كمترجمين أو تقلبوا على شبعة وشريعة مع الأوروبيين القهوة ديال طانجة كانت فيها واحد ظاهرة هي أنه كانت يجيوا لها بزاف ديال الجزائريين اللي كانت البلاد ديالهم احتلة في ذاك الوقت ومنهم كان ولد الأمير عبيقة في ألف وتسعمية وتسعود القنصل الأمريكي إيدموند هولج غديكسب واحد المذكرة غتكون واحدة من أقدم الشهادات التاريخية في وصف القهوة في المغرب واللي غدي نقول لكم منه هاد الحوار اللي ضار بينه وبالموت ضف دياله في واحد القهوة القنصل الأمريكاني قال الموت ضف دياله شفت هذك المغرب اللي قال سهدام سيوكيو راه تشير بيديل السرباي بغشي مشروب هذك راه السحمد بن محمد بن عبد القادر وسمعتي بيشي نهار جاوبوا الموت ضف قال لي لا رد عليه القنصل وقال أوكي هذك راه محقق في الشرطة الدولية هذك راه باه كان أمير جزائري وفرنسا كتخلص بالعام غير باش يبقى خارج الجزائر باه كان قادر مقاومة في 1940 ضد الفرنساويين الموت ضف سوله وقال وكيفاش دابا ولا فرنساوي لتذكير أن دحمد بن محمد بن عبد القادر كان لابس للبس ديال الأوروبيين وكان تهدر الفرنساوية بطلاقة كي بحال الفرنساويين ضخفي حتى الموت ضف رد عليه القنصل وقال هاد شي ما عارفوش لا لا ما قدرش نقولك اللي نقدر نقولك هو أنه دابا ولا محقق الشرطة الدولية الموت ضف قال هاد شي والله تغارب رد عليه القنصل لا ما غارب ما هو له إن كنت في المغرب فلا تستغرب هاد السحمد اللي كتشوف مشال القبيلة ديال هيينة وبدأت يحرش القبيلة باش يتورو ضد السلطان داكشي علاش الفرنساويين مشاوا وعيطوا عليه وعطاوه هاد المنصب باش هاد القضية حيث ما قادرش على صداع هاد الساعة يمشي السلطان يحرك الجيش دياله ويمشي يدخل في القبيلة ويكمل ويقدر يدخل في قبائل أخرين اللي في الجزائر تحت النفوذ الفرنسي الموضف قال واه هدي سياسة وإلا فعلة رد عليه القنصل لا لا مشي كل واحد قادر يدير تشورة وإلا ما غديش للقاول لهم كاملين المناصب شفش هادك اللي راك فوق ديك العود هادك اللي لابس ديك اللي لباصل بيد وحده جوجع بيد واحد من هات الجيهة والاخر من هات الجيهة الخرى هادك هو القباص هادك هو الممتيل ديال السلطان في طنجة ولكن مشي قوي بالمكانة ديال طوريس طوريس اللي حمق الأوروبيين واللي هو أقوى مفتيش للشؤول الخارجية جال المغرب وهو اللي لعب مع الأوروبيين اللي كانوا بغاوا يحتلوا المغرب وقال كدبه وحده غدا تخلي أوروبا مشغولة على المغرب لمدة عام وحنا عدنا خزنا كبيرة ديالكدوب طوريس كان ديبلوماسي حقيقي هادك كان حوار مقتطف من الكتاب ديال القنصل الأمريكي ايدموند هولت من بعد طنجة كانت ضربدة هي تاني مدينة تشروفها القهوة اللي واحد النهار كان لقلاوي بغا يدخل لواحد القهوة ما عرفوه شو ما خلاوش يدخل هو يطلع عليه الدم وحس بالإهانة ومن يرجع للمراكش حل أفخم قهوة كانت في المغرب هو اللي كان معروف عليه يشرب القهوة من بكري وكانت شرى واحد البنت صغيرة كبرت عنده الخدمة الوحيدة ديالها هي تصاوب ليه القهوة ليه والضيوف اللي تيجيو عنده في القصر دياله من بعد انتشروا القهوة في قاع المغرب وكانوا تيقلسوا فيهم في اللول الجنود الفرنسيين دكشي علاش خلهم هدف سهل للمقاوامة وبكثرة العمليات الفيدائية حرموها عليهم وحرموها حتى على المغربة اللي اعتبروا اي مغريب يخدم فيها او دلس فيها خائن وبقى هدف يحتاجها الاستقلال ده بالقهوة ولو منتشرين بواحد شكل مخيف عمرين بالبيعة والشراية البيت تاني ديال الشباب العاطل والمتقاعدين والحضايا الحضايا اللي غدين اعطيهم هدف المهمة لاحظوا معايا النماري ديال البلايك ديال الطموبيلات اللي دخل اللي مدينة ديالكم خلي النماري ديالكم هدي تكتشف بان اكتر نوامر تيدورو هما رقم 15 و 26 والمدن سعب هاد النوامر هما اكتر مدن دخلتهم الازمة وبدو تيبيعوا الطموبيلات ديالهم قبل ما نسليو هاد درداشة بزاف ديال اخوان قالوا لي في التعليق هدر لنا على غلاء الاسعار لم تبعنا من شحال هادي مصحب الفيسبوك ماشي مصحب اليوتيوب اكيد غادي كنت سمع بانه ديك العام كنت يقولش انه ابتداء من 2022 غدا تغلى الاسعار خاصة الاسعار ديال بعض المواد الاساسية بحلقة طانية مثلا اللي مواليها زادوا في التمان دياله باش يعودوا الخصائر ديالكورونا وكنت قلت لكم وجدور يسكم لهد الغلاء حكي عمول بهد التمان جديد كان غادي بدا ابتداء من 2022 هد الغلاء زادت عليه واحد الزيادة ما كانت منتظرة واللي هو ارتفاع اسعار المحروقات واللي كما كتعرفو ارتفاع ديال اسعار المحروقات ترفع كل شي حيث كل شي خصو ترانسبور كل شي خصو يزيد عليك التمان ديال 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 الزيادة والسبب المباشر هي ازمة اوكرانيا الامريكان مشتت تتحرش بروسيا تما وفي كازاخستان وردت عليها روسيا بايران اللي حركات الحوتي يضربوا السعودية والامارات وهالسعودية كتقص كتخربق السوق الدولي ديال المحروقات وكل شي كي بقى يشير ويخبي وكيرتافع الطالب ومع رتفاع الطالب كترتافع الاسعار ولقى ديارة ها مزامة طولة سبقت كنت قلت بانه غير تمال برميل ديال النفط مني تيوصل لـ 80 دولار المغرب تيبدأ يدخل في الازمة وحنا دبارها في 200 دولار يعني الدولة خاصة تدير واحد الخلية ديال الازمة وتشوفش حل أو تدعم هاد الاسعار حيث الناس رما عادش تقدر تبقى تقاوم باركة عليها غير الازمة ديال كورونا اللي باقي ما خرجوش منها إلا بغت الدولة ما يكون شنفيزار مفاجئ خصوصا فهذا الظرفية الحساسة اللي يقع الأداء تتسنو هاد الفرصة وتتسنو قطرح إخوان نكتفي بهذا القدر دائما المغرب والأصل والباقي تقليد تحياتي